تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلك آيات الله وحججه وبراهينه الصاطع والتصريح بلفظ الجلالة الله بعث للمهابة والإجلال في النفوس نتلوها ونقصها عليك أيها الرسول بالحق والصدق واليقين ورغم أن الذي يتلوها على الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه الصلاة والسلام إلا أن الله عز وجل أضاف الكراءة إلى نفسه تشريفا لآيات الكرآن الكريم وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله بظالم أحدا من خلقه ولا بمنقصهم شيئا من أعمالهم وحسناتهم لأنه الحكم العدل الذي لا يجور وتأمل معي أخي الكريم نفى الله عز وجل مجرد إرادة الظلم ولماذا يظلم ولله ما في السماوات وما في الأرض فنفي إرادة الظلم أقوى في المعنى والتعبير من نفي الظلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ترجمة نانسي قنقر